اشتركوا في القناة طبعا النموذج ده احنا بنيجي مثلا اشتغل في اي مشروع لازم نطلب من مقاول العزل يجيب لنا النموذج ده فاي مهندس او اي شخص اشتغل في المقاولات لازم بيكون عد عليه النموذج ده وهو عبارة عن الطبقات اللي انت هتشتغلها في السطح بتاعك فاي شخص ما عندهش خلفية عن الخطوات او الطبقات المفروض تستخدمها في السقف بتاعك او في السطح بتاعك ان شاء الله الحلقة دي هتفيدكم فاتمنى الاول تدعمونا بالاشتراك في القناة تفعيل الجرس عشان نصلكم حلقتنا بازم الرحمن وندخل على طول مع بعض في الحلقة هنتخيل ان اللون اللي ازرق ده هي اللون اللي ازرق دي دي البلاطة الخرصانية بتاعتي طب ايه اول ليارز او اول طبقة هعملها بعد البلاطة الخرصانية بتاعتي دي اول حاجة بعملها بعد ما بعمل البلاطة بعد ما خلاص البلاطة الخرصانية بتاعتي اتصبت وعايز ابدأ اعزل بعمل حاجة اسمها خرصانة رغوية اللي هي دي طيب الخرصانة الرغوية دي هي عبارة عن ايه الخرصانة الرغوية دي عبارة عن اسمانت اسمانت اه ومية وبعض المواد الكيميائية هي تعتبر برضو اه عازل حراري بس احنا بنسميها خرصانة ميول ليه يعني ايه خرصانة ميول يعني انا ببدأ اعمل اوطار على السطح الخرصاني بتاعي وبشوف اماكن الصفيات او الجرجوري اللي موجود على السطح بتاعي اماكن الصفيات اللي هي هتنزل لي صرف المطر من السطح بتاعي فانا بعمل اوطار الاوطار دي طبعا على حسب تأسيم السطح بتاعي بخلي كل الاتجاهات تيجي على الصفيات دي تمام اللي هي الاوطار بتاعة الخرصانة الرغوية وبين كل الاوطار اللي انا بعملها بين كل وطر والتاني ابدأ اصب الخرصانة الرغوية بتاعتي يبقى انا كده ضمنت اللي اي مية هتنزل مطر طبعا بميول الخرصانة الرغوية دي هتنزل على الصفاية مش هيكون فيه اي مشاكل او فيه اي مية هتفضل قعدة في السطح بتاعي حتى لو الطبقات اللي فوق الخرصانة الرغوية حصل فيها مشاكل المفروض هتنزل على الرغوية وبالتالي هتصرف على الصفاية فدي اول طبقة صمكها طبعا ما بيقلش عن 5 سنطي ل7 سنطي في اتجاه اقل حاجة يعني من عند الصفاية ما يقلش عندي عن 5 سنطي عندك لحد 10 سنطي او 11 سنطي اللي هي اعلى نقطة عندك طيب بعد بخلصت الخرصانة الرغوية بخش بعد كده ابدأ احط الهوة اللفايف العزل بتاعتي طبعا اتكلمنا في حلقات سابقة ازاي انك تعمل لفايف العزل فطبقة العزل دي طبعا الخرصانة الرغوية بترشها مية لمدة يومين تسيبها لحد ما تشك وتأكد ان فيش اي مشاكل فيها وبعد كده تبدأ تدهن برايمور على الخرصانة الرغوية عشان تبدأ تستقبل عليها طبقات العزل اللي هو الرولات طبعا بتبقى طبقتين صمك كل طبقة اربعة ميلي وحسب الموصفات والموجود في السوق بتقدر تركبها انا دلوقتي ركبت الطبقة طبقات العزل اللي هي العزل المائي طبعا العزل المائي ده هو اللي بيحميلك السطح بتاعك من اي مية تقدر تتخلل السطح بتاعك بعد ما بتخلصها وطبعا بتعزل حوالين المواسير بتعزل حوالين اي اواعي التكييف انت هتحطها وتبدأ بعد كده ترمي مية بعد ما بتخلص العزل المائي بتسيبه لمدة 48 ساعة بحيث تتأكد اللي ما فيش اي نشع مية حصل في السقف من اسفل بعد ما بتخلصها اتأكدت والله ان خلاص ما فيش اي مشاكل عندك بالنسبة للعزل اه المائي بابدأ بعد كده اعمل الوزرة اه بتاع بتاعتي طبعا زي ما احنا شايفين الوزرة اه هنا وزرة بحس تمام الهدف من الوزرة البحس دي اللي هي اه بتكون اه زي ما بقوله اه مضادة للشمس مضادة للمية اه مضادة يعني مضادة العوامل الجوية معنا صح فالبحس ده او الحصى الصغير اللي بيكون ملزوق عليها ده هو ده اللي بيحمي لك الوزرة بحيس لو انت مش عايز تحط وزرة اه بلاط ممكن تخلي الوزرة دي تتعرض للمباشرة للجو من غير ما تحط وزرة وبالتالي بتحمي بتحمي نفسها زي ما بقوله من عوامل الجو بتاعي انا ركبت الوزرة البحث دي اه بتاعتي خلاص ببدأ عايز اثبتها طيب انا عشان اثبتها على الجدار كده المية هتخش من اه وراء الوزرة البحث بالتالي بحط حاجة اسمها او وزرة اه المونيوم او مصطرة المونيوم زي ما احنا شايفين الهدف منها اللي انا اسبت الوزرة البحث عشان ما تطلعش من الجدار بتاعي والمية تدخل من من الخلف عندها وبالتالي بقى انا كده ما عملتش حاجة وخربت العزل بتاعي فببدأ حط الفلاشنج او الشريحة الالمونيوم دي وسبتها بمصامير اه في الدروة اه بتاعتي يبقى انا كده خلاص مسكت الوزرة البحث طب الحتة الفاضية دي خلاص في يعني الالمونيوم ده ممكن برضو يصرب مية لا الحتة الفاضية دي بحطتها ماد بحطت لها مادة اسمها سيلينت المادة اللي اسمها سيلينت دي زي بالضبط شبيهة للسيليكون بس الميزة بتاعتها اللي هي ما بتتعرضش لال التمدد ولا الانكماش بعد ما بتنشف عشان ما تنشفش برضو لو لقدر الله يدخل لك مية من من خلفها وبالتالي بقى انت كده ما عملتش حاجة خلاص يبقى احنا خلصنا من الرغوية خلصنا من العزل المائي حطيت الوزرة البحث بتاعتي وطلعتها على الجدار بصمك الطبقات بتاعتي خمسة وعشرين سنتي او تلاتين سنتي حميتها بالفلاشنج طيب بعد ما خلصت العزل المائي اه بتاعي بابدأ بعد كده احط حاجة الحاجة اسمها بولسترين او العزل الحراري العزل الحراري ده اللي هو اللونه ازرق الفل ده صمكه اه في حدود اه خمسة سنتي موجود في السوق منه برضو اه سبع سنتي بس الدارك دايما اللي احنا بنحطه خمسة سنتي كسافة خمسة وتلاتين فيه كسافات سبعة وعشرين فيه اقل من كده بس طبعا يفضل كسافة خمسة وتلاتين لان ده يعتبر عازل اه حراري فكل ما الكسافة بتاعته بتزيد اه كل ما بيكون اه كويس في عزل اه الحرارة طيب انا خلاص خلصت الطبقة البولسترين او العزل الحراري بتاعي ببدأ بعد كده اشطب عليه سواء هتشطب بحث سواء هتشطب بلاط بحط اه حاجة كده زي الصوف اه طبقة زي الصوف بفردها زي اللباد لونها ابيض ببدأ افرد الطبقة دية على كامل العزل الحراري ليه لاني طبعا العزل الحراري اللي موجود ده الالواح لازق اف بعضيها بيكون فيه فراغات او خطوط دية بتخليلي السطح كله مية واحدة عشان ما اجي ارمي الرمل عليها ما تخش ليش جوه الفواصل او اي فراغات موجودة او تحت الطبقات اه بتاعتي دية بعد ما حطيت الطبقة طبقة اللباد دية ببدأ بعد كده اعمل احط الرمل بتاعي وحط المونة وحط البلاط وابدأ اه ابلط الارض السطح اه بتاعي طبعا دي خرصانة او دي المونة بتاعتي وده البلاط بتاعي فيه نوعين احنا ساعات بنعمل السقف بتاعنا ممكن متحطولوش بلاط يعني فيه ناس بتقولك ايه انا السقف بتاعي غير مستغل يعني ايه غير مستغل يعني انا بش هقعد عليه او سقف مثلا في مدرسة محدش هيطلعه اه فيه بس وحدات تكييف اه يدوبك بس للصيانة بش اكتر فممكن يمحطين بحس بعد ما يحط اللباد دي يمحطت كامل السقف بتاعه يحط بحس البحس بس عشان يفلطر المية اللي هتنزل ويحمي شوية السطح اه بتاعي لان انا بش همشي عليه زي ما بقوله ساعات برضو بنعمل مشايات اه بس انت عندك اه تكييف في حتة فلانية بحاول اعمل ممر من البلاط تمام بحيث ما يجي عامل فني يمشي على البلاط يصلاح للتكييف وياخد بعض وينزل لان السقف بتاعي غير مستغل او محدش هيقعد عليه وبالتالي انا هقلل التكلفة بتاعتي بدل ما حط المونة وحط البلاط لا انا ارمس السطح بتاعي اه بالبحث يبقى انا برضو حاميت السطح اه بتاعي حسب بقى التشتيب اه بتاعك فاحنا عرفنا الطبقات كاملة من النموذج اه ان شاء الله اللي مكانش عنده خلفية عن العزل او طبقات العزل يكون اه عرف طبقات العزل اللي بتتعمل اه في السطح عشان مفيش مقاوي لغشك مفيش اي حد اه يضحك عليك واي استفسار اه فيما يخص اه العزل اه ما تترددش انك اه تبعتلي وانا الحمد لله بساعد الناس اه كلها وباش مؤثر اه في اه مع اي حد بيبعتلي في اه التعليقات او رسالة للحلقة اتمنى من الله يكون وفقت في الحلقة دية والناس اه او الاشخاص اه اللي عايزة تبدأ هتبدأ تبني بيت او هتبدأ تعزن تكون استفادت اه من الحلقة قبل اه ما تبدأ اه في العمل بتاعها اه اتمنى من الله اكون وفقت وان شاء الله بتنسوش تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل حلقاتنا باذن الرحمن اه كان معاكم مهندس حيساب نبيل ويومكم سايد